بعد عدة أسابيع من طلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر برحيل السفير الفرنسي أعلنت باريس أن سفيرها غادر نيامي وبحسب مصادر ديبلوماسية فإن السفير الفرنسي غادر مع ستة من معاونيه حيث اتجهت الطائرة التي تقلهم إلى تشهادة كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد أعلن أن سفيره في النيجر سيعود إلى باريس وذلك عقب قراره بسحب القوات الفرنسية من مستعمراتها السابقة والبالغ عددهم نحو 1500 جندي تقريبا بحلول نهاية العام وذلك بعد أزمة استمرت شهرين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بزومة وترفض فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر بينما ألغى المجلس العسكري اتفاقيات التعاون مع باريس وكذلك الحصانة الديبلوماسية للسفير الفرنسي مطالبا إياه بالرحيل منذ شهر تقريبا جدير بالذكر أنه قبل انقلاب السادس والعشرين من يوليو كان النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل الأفريقي إلا أن الانقلاب على بازوم قلب الوضع رأسا على العقب لا سيما أنه كان الثالث من نوعه في هذه المنطقة خلال السنوات الماضية بعد مشهد مماثل في مالي وبركينافاسو عامي 2021 و2022 حيث أجبرت أيضا القوات الفرنسية على الانسحاب